هذا هو حرير 1400 ليلة وعلى الشيئ 200 دمئة تبديان مزوين 300 ليلة 100 ليلة تبديان مزوين تبديان مزوين 750 ليلة هذا هو نر السلام عليكم و اهلا و سهلا بكم في الجزء الثاني من الفيديو في بازر يشيل كوي او بازر فلوريا اليوم سوف نريكم طريقة الوصول لهذا البازر كما تشوفو احنا الان متواجدين في محطة يينيكابي واحدة من اكبر محطة الميترو في اسطنبول بالنسبة الناس اللي متواجدين في اكسراي كتاخدو الميترو من اكسراي اليينيكابي او تجيو مباشرة اليينيكابي فكنمشيو في المرمراي كي ماشتو ثمن تذكيرا 30 ليلة المرمراي هو الميترو اللي كي مشي تحت البحر فكينا المرمراي هنا في نيكابي كي نفسر كي جي وكينا في مجموع عامل محطات بالنسبة الاكسراي ما فيها شي المرمراي فكنجيو اللي هنا او كناخدو الميترو من اكسراي كننزلو اول ما كننزلو كنلقوها الطابلو هذا رافيه الاسهم فيه المحطات فاحنا هنمشيو اللي فتجه فلوريا ويشي الكوي فكتلقو هاد الاسهم كان وقفو هنا حتى كي يجي الميترو فالميترو كي ما كتشوفو المرمراي را كتلقو مكتوب عليه ماشي في حال الميترو العادي ميترو العادي مكتلقوش مكتوب عليه مرمراي فهنا يا مشينا بالنسبة لهاد الميترو كي وصل واحد محطة او كي وقف كي بدل فبتشوفوا الميترو كله اخوا يعني الناس كم ينزلو عرفوا بان الميترو هاي بدل وخال ما تكونو شي عارفين اللغة دائما نتشوفو الميترو خواك كامل عرفوا بان الميترو كي يعني كي تبدل في المحطات فبقينا كنسنا وهنا تقريبا شي خمسة دقايق وجه الميترو اللي مورا فهنكملو الطريق دينا فبالنسبة الناس اللي ماشيين للبازر فلوريا او يشي الكوي عندكم جوش خيارات اما تنزلو في محطة فلوريا او في محطة يشي الكوي كي مشتو دي كل الطابلورة كتلقو فيه جميع المحطات فدائما نردو البال غير المحطات اللي كي وصل لها فاول ما كتشوفو الاسم المحطة كتنزلو كي مشتو هنا رمكتوبة في اللافيتة يشي الكوي فهدي المحطة اللي نزلنا فيها فهنايا كننزلو لتحت لان المحطة جتلتحتي كنتبعوا لأسهم حتى كنخرجوا على المحطة كي ما اذكرت لكم بالنسبة لطريقة الوصول سهلة جدا يمكن لكم تنزلو هنا في يشي الكوي او تنزلو في محطة فلوريا بجوش بيهم كي وصلوكم للبازر بالنسبة للمحطة كي ما كتشوفو جات هنا في الاسفل فكم قوم تبعين الاسهم او كنتبعوا لواحة الارشادية وراه يبانوا لكم الناس كاملين ماشيين في تجاه واحد يعني الناس كاملين را خرجين من المحطة فكتبعوهم حتى كتخرجوا من المحطة انا كنحاولوا نصوالكم اللافتة دائما كي ما كتشوفو هنا يشي الكوي ستاسيون را كينا يشي الكوي وكينا يشي اليورت فدائما تبهوا الاسماء باش ما تنزلو شيفش محطة اللي غالط هنا اول ما كنخرجوا من المحطة كنشدوا لي من دينا فهد الشارع كنبقاهم ماشيين معا حتى اللاخر ديالو احتكي بنا البازر فهد الناس اللي كتشوفو دابا ماشيين ارا كلهم ماشيين للبازر البازر كيتقام يوم الاربعة يعني انهال الاربعة اذا جيتوا لنا قاع الناس اللي ماشيين في هذه التجارة كلهم ماشيين للبازر وحتى المنطقة منطقة اللي زوينا شوفوا لي المباني هنا كديرين ديور زويني بزاف فبالنسبة الناس اللي عزيز عليهم التصوير هتاخدوا صور اللي رائعة بزاف الناس كتلقاهوا ماشيين وكي وقفوا كيتصورو مع الديور مع المناظر الطبيعية فالمنطقة كي ما كتشوفو نظيفة بزاف وحتى البويوت فيها كاملين تقريبا ملونين باللون الابيض بويوت اللي زوينا فهد سمتعون توم ماشيين فيها الطريقة هذي وحتى الناس اللي بغين ينزلوا في محطة فلوريا كذلك كتخرجوا من المحطة وكتمشيوا في الشارع الرئيسي في اتجاه المول مول فلوريا فمن بعد ما كتفوتوا المول بشوية كتلقوا البازر فبالنسبة طريقة الوصول جيت سهلة سواء جيتوا هنا في محطة تيشي الكوي او نزلتوا في محطة فلوريا كان مشيوا في الشارع الرئيسي ما كان مشيوا حتى شارع فرعي فهتلقوا كما كتشوفو هنا بزب الناس اللي يمشيين في اتجاه البازر فهنا صورت لكم الطريقة اللي كنا جيين منا وهنا كنكون وصلنا البازر فلوريا واحد من افضل وارق البازارات الشعبية في مدينة اسطنبول وهنكملوا الجولة دينا تتمى ديال الجزء الاول اللي حطيت لكم البارح ليوم شاء الله نكملوا الجولة دينا في هات السوق ونوريكم باقي البضائع اللي كتباع والاسعار دياله كتباع في السوق جميع انواع السلع حتى السلع اللي كتباع مصممة يدويان في حالها تصبوات والسيكن هادو اراد طميم يدوي ركتبينها لكم تماما وكما كتلاحظوا كاملين عليهم العين فالاسراء كي امنوا بالعين بشكل كبير وكتلقوها تقريبا في جميع المنتجات ديالهم عملي العين كيعلقوها احتى على الباب كينا هات الطابلية هادو البنيتة الصغار والسيكن كيعملوا 80 ليرة اللي كتسوي تقريبا تعدوا 20 درهم ونوص واحد جوج اورو فصيلة 78 جوج دولار فصيلة 96 وكينا هات الشيلان هادو هادو زويني بزاف ماشي حرير ولكن توبهم زوين هادو كيعملو 300 ليرة اللي كتسوي 11 درهم مغربيا تقريبا 11 الال الأورو فيهم شكالات ولوانات اللي زوينين بزاف توب ديالهم كيجير طب وخماشي حرير 100% ولكن الجودة ديالهم جودة اللي زوينة وشوفوا معي احتى اللوانات ديالهم اللوانات اللي رائعين كيناها تصابونات هادو كيعملوهم لأسرا كيف هاتشكل كيجو زوينين صابونات مغشيين كيتلقوا ريحة اللي فنة ممكن تديروهم مع الحواسي اي حاجة تعدل يدويا سواء هيدا سليلة ديكشي الحمام الفوطة الصبونة في حال البواطة ديال الاكسيسوار هاد كل شي كي عدله يدويا وهنا كينا هاد لينب اللي كيجو فنين متروزين كذلك هاد شي كامل حيرة في يدويا فشوفوا معايا الاسقان كداير شوفوا الموضيلات كي رائعين فالسوق ما شاء الله في عدد كبير ديال السلاع واللي متنوعة يعني كتلقا سواء الجاهز او هيدا الحيراف اللي كتعطي واحد الجمالية وهنا كينا ليشال بالنسبة هاد ليشال هادو ديال ويزفيتون هادو هادو هادا العورد ديالهم كيجو صغار الخامة ديالهم زوينة بزاف كينا انواع كتيرة ديال ليشال سواء اللي صيفيا او اللي كيكونوا شوية مقطنين يعني شتويا نوعا ما شوفوا معايا السل ديال ليشال شوفوا هادا هادا قطني غزال فبالنسبة لخامة خامة اللي رائعة وكينا خيارة كثيرة سواء في الماركات او في اللي شال اللي من غير الماركات وما يفوتني شي نذكركم لأول مرة كيشاهد القناة ما تنسوش تضغطوا على زل الشيرك وتفعلوا زل جرس باش يوصلكم من عدنا كل جديد وخليوا لايك وتعليق على هاد الفيديو وشاركوه مع احبابكم وصحبكم باش يوصال اكبر عدد من ناس منكم لو جولتنا كيما كتشوفوا فبالنسبة للفولار وشال كينا خيارات كثيرة كينا في حال هاد الفولار اللي كيجو مخدمين من جناب ديالهم بالكروتشي تاو مزوينين شي حاجة اللي مميزة وكينا هاد الموضيلات هادو ديال اللي شال سواء ديال الكتاف او ديال الشعار كينا في حال هادو ديال التل فالخيارات ما شاء الله خيارات اللي كتيرة الاسعار ما كتكون شي رخيصة لان الجودة كتكون جودة اللي ممتازة فحال مثلا هاد الموضيلات هادو عاملين الف وستمية وخمسين ليرا ليكت تاوي ستمية وعشرة دراهم مغربية فتمن ديالهم مقارنة مع المحالات والاسواق الاخرى فتمن لمناسب فحال مثلا هادو في القراند بازار او في بعض الاسواق هتلقوا ثمن ديالهم مضاعف فتمن مناسب وشوفوا معايا الواند ديالهم فيهم جميع الالوان فكينا هادو الغاز فوشيال بياض شوفوا لي كحال ليالوشحر رائع اه جميع الالوان يعني اي لون اه طلبته الاو هتلقاوها عندهم وخيارات لي ما شاء الله كتيرة را عندهم حتى لا انستجرام كيحطوا في هاد الموضيلات هادو وعموما بالنسبة هات الشيلان اللي من هاد النوع هادو تقريبا كلهم حدود الف وستمية وخمسين ليرا اللي كتساوي ستمية وعشرة دراهم مغربية والعشاق المركات را جميع المركات كتلقوهم متوفرين فهات الشيلان وكي كينا هنال ملابيز الاطفال بالنسبة الملابيز الاطفال متوفرين كذلك في السوق وبكترة سواء ديال البيت او الخروج فشوفوا معي هاد الموضيلة سادو ودكتمات ديال البنيتات ودولد كينا فيهم مشكالات ولوانات الاسعار ديالهم كتبدا من مئتين وخمسين ليرا فما فوق وهنا شوفوا لي هاد شيد الحمام يا سلام يا سلام صراحات شي عندهم رائع بالنسبة هاد شيد الحمام راسبق لي شاركته معاكم في السوق محمود باشا متوفر كذلك كينا هاد تقم هاد كيعمل الف وثمينمية وخمسين ليرا اللي كتساوي ستمية وخمسة وثمانين درهم تقم اللي رائع شوفوا الخدمة كيدا يرا سواء تنبض العقيق او ليز الترسلي في كينا في هاد الهاد تابح كيعملو ميا وخمسة وعشرين ليرا اللي كتساوي ستاوي ستاو وربعين درهم ونص فكي ما ذكرت لكم بالنسبة هاد شيد الحمام الفواط اي حاجة كتخص الحمام كتلقوها هنا في البزارات الشعبية وكي نحتف سوق محمود باشا سبق لي شاركته معاكم اذا بغيتون خليلكم الفيديو في الاعلى ركينا سوق خاص ديال هاد الشي وهنا كتلقو هاد القوامج لي خارجين دابة تندنس في تركيا هادو كيجو بليز استراس كيجو هيدا بالعقيقة من ابتين كيجو من طروزين كيديرو ثمانمية ليرا قميجة بحدة سر والعودة مناخور وكينا القوامج لي كيديرو خمسمية ليرا على حسب كل حاجة التمن ديالا وكين هاد ليناب هادو دايما كنشار كنشاركم معاكم ليناب اللي رائعين كيجي تقم كامل مكون من السو عشرين قطعة اسعر ديالو مكسب ده من الف وتلتمية ليرا الى حدود الفين ليرا السعر رقابل المفاوضة يعني كتفاصلوا معاهم في السعر كي نقصوا لكم السعر تقم كيما ذكرت لكم كون من السو عشرين قطعة كيجي على شكل طولي يعني الطبلة اللي كتكون طويلة مستطيلة فهاتلقوا عندهم جميع الاشكال سواء اللي مكتوبين بعبارات او اللي مطروزين فصراحة كينا خيارات اللي كتيرة وحتى لنفض ديال الطبلة عاديين يعني ماشي تقم كامل شوفوا معايا هادين مكتوبة عليهم مبارك عليكم الشارك تلقوا رمضان مبارك او عليهم الورود ميمرة هتلقوا اشكال كتيرة اما بالنسبة هاد الموضيل هادا فالسعر ديالو الفين وخمسمية ليرا ما يعادي لتسعمية وخمسة وعشرين درهم مغربية خمسة وثمانين اورونوس واحد وتسعين دولار فهاتلقوا وهم طروز بالبياد بالبلوماري بالكحال بالبجفة فيه الوان كتيرة ومغضيلاتهم زوينين كينا حتى لنب هيدا يعني بياسة وحدة وكينا الاطقوم كينا حتى الميكت ديال الطبلة اللي كييجو فيها لنب فهاتلقوا اشكال كتيرة بالنسبة السوق كيما ذكرت لكم في الفيديو السابق عندو بزفد الابواب بزفد المداخل فدا همشيو الجهة الخاصة بالخضر والفواكه كيما ذكرت لكم كينا هاد الاكشاك اللي كتبع فيهم الوجبات السريعة هتلقوا عندهم سواء الشورمة او المشروبات الفواكه كيما ذكرت لكم اي حاجه احتجتوها الا و هتلقواها وباسعار اللي كتكون جدا مناسبة هاد القسم هذا خاص بالخضر والفواكه بالنسبة الاسعار الخضر والفواكه كتلقوا همكتوب عليهم كل حاجه الا وعليها السعر شوفوا لي حتى الطريقة اللي كيرتبوا بها الخضر والفواكه فالطريقة اللي كتفتح النفس وكتشاهي كتلقوا التوابل جميع انواع التوابل كينة الفواكه الجفة كذلك الزيتون بجميع الالوان ديالهم زيت الزيتون العسل الطبيعي كينة الخضر اللي كتتنقى بحال هيدا بحال القوق جلبانة الدورة كينة الخضر اللي كيبيعوها بحال القرعة مثلا او الكروم كيبيعوهم للطرف كتلقوا هم قطعين هيدا جزر منقي فكل شيء هتلقوا هنا القطانيات كذلك متوفرين هنا جميع انواع العسل طبيعي متوفر كذلك داخل السوق فالسوق ما شاء الله اللي كبير هتلقوا فيه اي حاجه تحتاجوها سواء كنتوا يعني قلت المدة طويلة وبغيتوا تتكلم في حال هيدا الفواكه الخضر او اذا جيتوا زائرين فالقسم الخاص بالملابس والاشياء اللي ممكن تاخدوها هدايا فقسم اللي كبير كينة كذلك الاسماك فكل حاجه كما كتشوفوا ارى السعر دياله كتلقوها مكتوب عليها باش ما كتسوقوش هيدا كل مرة تسولوا على الثامن كتدرو تشوفوا تقريبا الاسعار كتلقوها موحدة خصوصا للفواكه كينة هنا هنا دراجو عامل خمس الليرا هنا هنا الكرقاع فاي حاجه احتاجتوها وشوفوا لي السوق را كما اذكر لكم كله مغطى مسقف يعني كتمشيوا فرحتكم مكينة لا شمس لا تحاجة كتمشيوا مرتاحين بعكس يعني بالزبط البزارات اللي كتلقاهم محتوحين على الشمس هنا الفواكه الجفة مشكلة كتعمل 300 ليرا وكل حاجة بحدة را كل حاجة عاملين عليها 8 دياله كينة بحال هيدا زبيب 130 ليرا هنا يا الكرمو 8 ليرا البانان يعني كل شي هتلقوا فيه السعر دياله بالنسبة للقسم الخاص بالفواكه والخضر تقريبا كينة درب واحد او شارع واحد كبير فيه مجموعة جميع الانواع الخضر والفواكه وباقي الشوارع داخل هاد البازار مخصصة للملابس والمنتجات الاخرى كينة في حالات السيكان هادو كيعملوا 750 ليرا جودة دياله مزوينة السوق كما اذكر لكم معروف بسوق الماركات العالمية المقلدة تقليد درجة اولى يعني التقليد اللي كي يكون ممتاز الاسعار كتكون مناسبة مقارنة مع الجودة كتكون مرتفعة مقارنة مع البازارات الاخرى ولكن الجودة كذلك جودة اللي عالية سوق اكتر ناس هتلقوهم متواجدين فهتسوقهم من نزل الخليج فكيقلبوا على الاسواق اللي فيها المركز بجودة اللي زوينا فهتلقوهم متواجدين بكترة يعني اكتر ناس متواجدين هتلقوهم فهتسوقهم من نزل الخليج كان هناك دارات سعر من 250 ليرا فما فوق على حساب الموضيل كان هناك 350 حتى 500 ليرا كان هناك الكساوي كان هناك الكساوي موجودين في أي سوق المشيطة إلا أن تلقوهم متوفرين في مشكلات وموبايلات مختلفة صراحة كانوا يكونوا متواجدين موضيلات أحسن حالياً الكساوي في الأسواق أو البزرات الشعبية ومعبتها الجودة مبقى في حين كانت فهتلقوا الأغلبية ملونين ألوان صيفية ففيهم موضيلات مين تعزدوا كان هناك تي شورتات بشكلات لزوينين مميزين للناس اللي عزيز عليهم الأنيمي فهتلقوا 100 ليرا ثمان ديالهم جد مناسب فهتلقوا عندهم جميع أنواع الرسومات وكذلك جميع المقاسات تلقوها متوفرة بالنسبة للتي شورتات في الغالب كي يخدمهم إما في الكحل وإما في البيض فهتلقوا 100 ليرا هذا الجودة ديالهم عادية ماشي إلا الماركات اللي مقلدة درجة أولى وكينا هات الخريسيات هادو زوينين بزاف هادو عاملين 400 ليرا اللي كتتسوي تقريبا 150 درهم مغربية بالنسبة للخريسيات لقيت هنا للبند الخاليج عرفت يرا كي عزلو فيهم متطوروش كل وحداش حركة تاخد خريسيات اللي الماركة ديالهم فنة الجودة ممتازة والثمن ديالهم هادو رغيم صوديين عاملين هم 150 درهم تقريبا مغربية كي يجيو كينا اللي طوالين وكينا اللي قصر كينا اللي نسكم كينا اللي كي يجيو ترواكر ففيهم شكالات وموضيلة لفنين الكاليتي ديال توب توب ديالهم رائع فالهذا قلت لكم بالنسبة للناس اللي عزلز عليهم الماركات هادو شقرة هتلقوا فيه هميزة اللي زوينين خسكو مغيد دورو وصع طيب الخاطر فكينا شي حاجات اللي زوينة بزاف وشوفوا معايا هادو جردا انا رمنا عشاق شي حاجات اللي فيها الطارز او فيها التنبات ركي حمقني هادو شوفوا معايا هادو قوامج حالفنين هادو را خرجين تندنس كي ما قلت لكم في تركيا هتلقاهم موجودين بكترة كي يجيو هيدا بشكالات والوينة اللي زوينين طوبة ديالهم باردين صيفيا الاسعار ديالهم كتبدا من خمسمائة ليرا فما فوق بالنسبة للقمايج كي ينحتى الخراسة كينا هادش ديال الجين سواء الكبات او خريسيات او قوامج ديال الجين شوفوا معايا الطارز حالغزل فيهم بالنسبة للطول كينا هادو كيجوش طوالين كيجو في الغالب فيهم 82 سنتيم يعني كيجو فوق الركبة وكينا نحتسراول ديالهم فموضيلة صراحة اللي روعة كينا قوامجو كينا اللي كيجو مفتوحين ممكن تديروهم سواء مع كساوي او مع هيدا البوديات كينا هادو تهمم طروزين طرز ديالهم مخفيف بالنسبة للخيارات كينا خيارات كينا خيارات اللي كتيرة والسوق كما ذكرتكم را تلقاوا كل شارع مرقام في حال هادو كزوقاق 4 را تلقاوا كل شارع لها الرقم دياله كينا هنية صايات سراول كينا احتل بيجامات كينا في حال هادو تقم هادو تقريبا ثلاثة القيطة يعمل 1400 ليران اللي كتتساوي 500 و 18 درهم مغربية تقريبا 50 اورو فكنت هدية جولتنا في بازار فلوريا او بازار ايشي الكوي واحد من افضل وارقى البازارة الشعبية في مدينة اسطنبول تلقى ان شاء الله بجولة قادمة استودعكم الله تلقى 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 ترجمة نانسي قنقر